السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدائدي اليوم الفيديو إن شاء الله حيكون مهم لعدد من الناس يعني الفيديو مقسم إلى أكثر من شرح بكل بساطة أنا الآن جبت آيفون جديد عندي آيفون قديم أبغى أنقل البيانات اللي فيه إلى الجديد وأبغى أبيع القديم بس مشكلة القديم إنه عليه جيل بريك فهذا الفيديو حنشوف كيف ننقل البيانات من جوالك القديم للجديد كيف تسوي فورمات لجهاز عليه جيل بريك علما بأنه الطريقة السليمة والصحيحة الوحيدة لإزالة الجيل بريك هي عن طريق الفورمات عن طريق جهاز الكمبيوتر هذه الطريقة الوحيدة اللي بيتم فيها إزالة جميع ملفات الجيل بريك وبعدها بيكون عندك الجهاز جاهز للبيع أو للإهداء أو إلى آخره فتابع معايا الخطوات بإذن الله بمشي معاكم خطوة خطوة ونشوف إيش هيصير بنهاية البيانات يا شباب الآيفون الجديد الآيفون 12 والآيفون القديم الـ 11 برو حنقل أول شيء البيانات من الـ 11 برو إلى الـ 12 على السريع فك العلبة الآن نشغل الجهاز وطريقة النقل السهلة جدا أول شيء تأكد أنه عندك البلوتوث شغل بعدها تقرب الجهازين جنب بعض بهذا الشكل الآن تختار اللغة المناسبة لك مباشرة ظهرت عندك بيانات النقل جاب لك الإيميل الخاص فيك بالـ iCloud طبعا لازم تكون عارفه بعدها حتسوي اللي هو continue أو التالي بعدها حتظهر معاك بهذا الشكل اللي هي صورة الكاميرا كل عليك تسويه إنك تقرب بهذا الشكل وتجيب الدائرة مع بعض بهذا الشكل الآن بيقول لك حط كلمة المرور الخاصة بهذا الجوال اللي هي رمز الشاشة الآن جاتني إعدادات اللي هو بصمة الوجه أو الفيس اي دي بسوي اللي هو مثلا لاحقا والآن جاني إعدادات النقل حتسوي التالي الآن جاتني شروط والأحكام حضغط على موافقة والآن مطلوب مني اللي هو كلمة المرور لحساب الاي كلاوت اللي نقلوا من هنا هعبي خانة اللي هو كلمة المرور وبعدها حضغط تسجيل الدخول الآن جاتني الشروط والأحكام بسوي موافقة وموافقة أيضا الآن حسوي التالي الآن تشغيل الموقع بسوي تشغيل أو عدم تشغيل كلها تقدر تغيرها بعدين من الإعدادات لا تضغط أكثر من مرة حتلاحظ هنا دائرة لو جوالك بالعربي دائرة بالجهة اليسار أو دائرة بالجهة اليمين يعني إنها بتلف فانتظر عليه لحظات هنا اللي هو لو عندك بطاقات الأبل باي أو تقول له مثلا لاحقا من الإعدادات سيري أيضا لاحقا من الإعدادات أو تسوي لها بربجتها الآن مشاركة والآن أيضا هنضغط على مشاركة والآن بدأ النقل أو عملية النقل من هذا الجهاز إلى هذا الجهاز الاثنين جنب بعض هتتركهم الجهازين لحد ما يخلص طبعا ياخد وقت على حسب كمية البيانات أنا هذا البيانات عليه جدا قليل فأعطاني تقريبا من ثلاث إلى أربع دقائق ولاحظ معايا حتى الخط ماشي بسرعة لكن لو بياناتك مرة كثير فما أنصحك أنك تتبع هذه الخطوات وأنصحك عن طريق جهاز الكمبيوتر أو لو عندك إنترنت سريع يكون عن طريق نسخة الآي كلاود وكلها سبق وشرحتها وموجودة عندي بالقناة الآن فهذه اللحظات مو مطلوب منك تسوي أي شي فقط أنتظر لحد ما يخلص الخط هنا وهنا طيب تقريبا باقي دقيقة ملاحظة بسيطة كده أو معلومة على الطائر هذا الجهاز مفعل عليه شريحة الإيسم ما حيتم نقلها للجهاز الجديد ولازم لك باركود جديد لتفعيل شريحة الإيسم من جديد على جوالك الجديد ولكن لو أنت عندك شريحة فعلية بالدرج خرجها من هنا وحطها بالجهاز الجديد وما يفرق بعد النقل قبل النقل في أي وقت الآن أعطاني هذا الجهاز أنه اكتمل النقل بنجاح هسوي التالي خلاص مهمة هذا الجهاز أنتهت الآن قفلوا والآن نسويه له استعداد لأنه الآن هنزيل الجل بريك من خلاله حذف من جذوره ونحدثه إلى آخر إصدار تنتظر إعادة تشغيل هذا الجهاز وتنتظر بعدها لتحميل التطبيقات والألعاب والصور اللي كانت موجودة عندك وكافة بيانات الجهاز اللي كانت موجودة هنا ننتظر حتى يتم تحميلها من جديد على الجهاز الجديد مباشرة بعد بدء تشغيل الجهاز طيب يا شباب الآن اكتمل إعادة التشغيل حتدخل كلمة المرور والآن انتظر حتى يتم تحميل كافة البيانات هنا التطبيقات بنفس الترتيب حيبدأ تحميلها من جديد من الأب ستور لو دخلت على الصور ستحصل أيضا جميع الصور موجودة الأسماء الملاحظات كل شيء ستلاقيه بنفس ترتيبه بالآيفون القديم كده انتهت مهمته مبروك عليك الجهاز الجديد والآن نستعد لعملية إزالة الجيل بريك والفورمات وتحديث الجهاز إلى أحدث إصدار طيب يا شباب نقول بسم الله ويلا نبدأ محتاج جهاز كمبيوتر يكون ويندوز عشرة وأحدث وحندخل على متجر مايكروسوفت ستور هذا هو وحنجي في مكان البحث وحنبحث عن برنامج الأيتونز هذا هو فلو انت ما قد حملته بحياتك حتحصل عندك تثبيت حنسوي له تثبيت ولو انت قد حملته تشيك إن كان عليه تحديثات حتسوي له تحديث الآن ننتظر تحميل برنامج الأيتونز ومن ثم تثبيته وعبال ما يثبت معك الأيتونز خلينا نتسلى على هذا الجهاز لاحظ معايا هذا الجل بريك هذه السيدية شغال ما عندي فيها أي إشكالية كل شيء شغال تمام بالجل بريك ما عندي أي مشكلة فيه ولكن خلاص حابب أني أستغنى عنه حتى لو دخلنا على الإعدادات عام لاحظ معايا إصدار الجهاز الثلاثة فاصلة خمسة فحنحدث إن شاء الله الآن إلى الأربعة عشر طبعا العملية اللي إحنا هنسويها الآن حيتم حذف ومسح جميع البيانات على هذا الجهاز فلازم تكون منتبه للأشياء اللي إحنا جالسين يسويها في هذا الفيديو وتركز حيرجع الجهاز كأنك فتحته من الكرتون جديد تماما هندخل على الإعدادات ونتجه إلى أول خيار عندك اللي هو حساب الآي كلاود وننزل آخر الصفحة هنحصل اللي هو تسجيل خروج هندخل كلمة المرورة الخاصة بالآي كلاود الخاص فينا وبعدها اللي هو إيقاف وننتظر لحد ما يسجل خروج الآن بيقول لك حابب تحتفظ بهذه البيانات على هذا الجهاز طبعا ببعيننا بنسوي له فورمات ومنحدف كل شي هنقول له تسجيل خروج وبدون حذف أو بدون فتح أي خيار هننتظر عليه خلاص الآن سجلنا خروج من حساب الآي كلاود خلاص الجهاز شبه جاهز لعملية الفورمات وإزالة الجيل بريك الآن تم تحميل الآي تونز بنجاح هنسوي له تشغيل والآن هنوافق على الشروط نقفل خلاص حساب المتجر والآن شغلنا كله حيكون على الآي تونز هنسوي موافقة والآن الآي تونز جاهز عندنا هنحتاج الآن إلى كابل الشحن العادي اللي هو اللايتنينج الخاص بجهازك الآيفون وتشبكه على اللي هو جهاز الكمبيوتر الآن أيضا هنشبكه على جهاز الآيفون نعطيه الوثوق ننتظر عليه شوية والآن ظهرت عندنا هنا متابعة اللي هو السماح الآن طالب مني اللي هو الوثوق حدخل كلمة المرور أو رمز الشاشة وننتظر أيضا لحظات لحد ما يتعرف على الجوال الآن أتعرف على الجوال وجاب يقول لي إنه فيه تحديث جديد للآيفون طبعا هتسوي اللي هو إلغاء الأمر لأنه ما هيثبت معاك لازم عملية الفورمات لاحظ معايا هنا هتلاقي اللي هو شعار الجوال هنضغط عليه ظهرت جميع بيانات الجوال كل اللي عليك تسويه الآن هنجرب الطريقة السهلة والبسيطة جدا نشوفها تضبط معانا أو لا وحنسوي استعادة استعادة يعني فورمات الآن بيقول لي نسخة احتياطي أو عدم إنشاء نسخة احتياطي شي راجع لك أنا بسوي عدم نسخة احتياطي لأنه نقلت اللي هو بيانات الجهاز الآن بسوي له استعادة وتحديث يعني حملية فورمات وتحديث إلى آخر إصدار الآن بسوي التالي بوافق على شروط الآن موافق الآن هننتظر عليه لحد ما يتم تحميل الإصدار لاحظ معايا هنا في سهم لو ضغطنا عليه جالس يحمل لك الإصدار طبعا يحتاج سرعة عالية جدا لأنه تقريبا 6 جيجا فحيأخذ وقت معاك أنا معطيني هنا 6 دقائق تقريبا طيب يا شباب الآن خلص تحميل الملف حمل ملف التحديث اللي هو 14 على الجهاز الكمبيوتر لاحظ معايا أنا ما حمسك أي شي الآن بيسوي له معالجة فقط بعد ما ينتهي من المعالجة هيبدأ الآن يقول لك يتم الآن استخراج البرنامج بفك ضغط ملف التحديث من ثم حيسوي فورمات لجهاز الآيفون بعدها حيثبت هذا التحديث فحنشوف مع بعض الآن الآن كتب لي يتم الآن إعداد الآيفون للاستعادة الآن كل اللي حيسوينه برنامج الآيتونز حيسوي عملية الفورمات لجهاز الآيفون لاحظ معايا طف جهاز الآيفون فإن شاء الله من أول مرة يضبط معانا عشان ما نضطر ندخله وضع الريكافري موت الآن جاك شعار أبل وتحته خط طبعا حيمشي يعني شوية شوية فانتظر عليه لحد ما نعرف إيش هيصير بالجهاز هل هيشتغل وعليه الجل بريك لسه يعني ما سواله الفورمات أو هل هيعلق معانا ونشوف الآن عملية أو فك التعليق أو هيسوي فورمات ويثبت الإصدار الجديد فمح أمشي الفيديو بسرعة على أساس أنك تكون شايف الخطوات وحدة وحدة معانا فالآن لاحظ معايا في خط في نفس الآيتونز من فوق اللي هو تتم الآن الاستعادة وفي خط أيضا تحت شعار أبل في الآيفون حاول تخلي الأجهزة زي ما أنت شايف أمامك الآن يعني على سطح ثابت بحيث أنه ما يتحرك أو يهتز السلك أثناء عملية التثبيت وعملية الفورمات شو ممكن بس لو انفصل عليك لازم ترجع تعيد القطوات من جديد فلا تمسك أي شي خليه زي كذا الآن خلص الخط الأول بعيد التشغيل المفروض لو مشت الأمور تمام عند عادة التشغيل هذا أنه يتم تثبيت الإصدار 14 وبعدها يشتغل الجهاز لو ألق معاك سيبدأ يعيد التشغيل لأكثر من مرة إلى ما تضطر تدخل اللي هو وضع recovery mode اللي هو بالضغط على زر رفع الصوت مرة زر توطية الصوت مرة وتعلق على زر التشغيل إلى ما يطلع لك اللي هو على الشاشة شعار السلك تبع الكابل وجهاز الكمبيوتر وبعدها بتضغط استعادة وتكمل عادي جدا فالآن إن شاء الله الأمور تمام ومشيت والآن هو جالس يثبت الإصدار iOS 14 تم حدف تم عمل فورمات كامل للجهاز وبعدها بيبدأ معاك بالإصدار الجديد خالي تماما من كل شيء ووقت بيكون جاهز للبيع للإهداء لأي حاجة أنت تبغاها أو تشغلوك آيفون جديد فكل اللي مطلوب منك الآن أيضا الانتظار لا تمسك أي شيء لحد ما ينتهي الخط لتحت شعار أبل وبيبدأ معاك الحمد لله العملية تمت بنجاح تم تشغيل الآيفون تم عمل فورمات بالكامل مسح جميع البيانات الجهاز الآن iOS 14 خالي تماما من جميع بياناتك وانتهى كل شيء هنسوي متابعة خليني أبدأ لك التسجيل عشان يكون واضحة الشاشة قدامك الآن في الآيتونز نفسه هنسوي البدء الآن لاحظ معايا لو قلنا له التحقق من وجود تحديث حيقول لي هذا الإصدار من برنامج 14.1 هو الإصدار الحالي زي ما شوفنا مع بعضي أخوان الفيديو جدا سهل وبسيط ولكن يبغى له شوي تركيز بكذا أختم معكم الفيديو إن شاء الله أكون أفدتك وبمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله